كتاب الثاني قالت العثار في مناجهات الخالق بالاستغفار لمشيح العلامة الفاضل الجليل أحمد سعيد البغدادي الكاتب كاتب بالنيابة العمومية الدسوق سيد أحمد دسوقي مدد سيد الرفاعي القناة البدو الدسوق طاب الأربعة الصوفية عام 1322 يعني قبل تقريبا نمية سنة سبحان الله وقد اعترام طبعه ثاني في شهر رمضان 1364 الله يقوله ستة وثلاثين ستة وثلاثين وثلاثة تسعة وثلاثين تسعة وخمسين سنة الحاج عبدالله اليمني الرشدي خادم جامع زقاغ البلاط بيروت قال له عادة طبعها وانتوا طبعوها والسيد يوسر رفاعي طبعها حاج محمد بن عبدالله قزيحة ثلاثة وعشرين صفر ألف وربعمية واربعتعش قال له قوله خمستعش آآ لا أربعتعش ستة ستة وثلاثة سنة موافق أيه ألف وثلاثمية وثلاثة سعين سبعة لا سبعة وثلاثة عشر قبل ثلاثين سنة طبع تعالى فقط سيدو الساشم سيحمد الرفاع احنا جددناه وهو كاتب للوالد مخطق آآ إيدا مدري أي واحد فينهم قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال با وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لحظة سيدي بس خليني قاعدة أرخ هنا سيدي ما أقدر أكله أرخ لا تدوس تير بالك المهم هنا اخترت لكم أنا قصيدة وقلت لكم هو وندى بنته ونكرناهم شعران ندى سيدو الساشم الرفاعي شعرت أهل البيت وأهل البيت الصوفية كلا يناجون الله بذكر الله بالشعر استغفروا الله منها استغفروا الله منها لم تمل أبدا إلى الرشادي وكم مالت إلى التهم استغفروا الله منها عن النفس يمكن نفس الإنسان كم تحس لي قبحا يسمنوا في عيني ذاورمي استغفروا الله منها كم تسهل لي حملة ذنوب وفي حملي لها عدمي استغفروا الله منها كم تقرب لي من ظلمها كلما ألقي ألقى به ألمي استغفروا الله منها كم أميل بها إلى الحرامي ولا زلتوا كمن نهمي استغفروا الله ما حادي الماطي يعني حادي الركمان الخيل والجمال سراء إلى حيما طيبة الله مسلم محمد وآله وصحبه السلام وذات وصفات جميعين بياك ما صلت عليه ملائكة بالأينق الرسمي استغفروا الله ما سار الحجيج إلى أرض الحجازي وحلوا ساحة الحرامي وهذا اللي نشره زندباد البطل ويعقوب الرفاعي مدد